إذا عندك بطاتة عنيدة وغالباً يعني أغلب الناس بطاتهم عنيدة صعبة أنها تطلع زين أنا نزلت تكنينك بزمان وتكلمت وداماً لما يسألوني يقول روح إلعب بطات كل يوم كل يوم إلعب بطات عرف شلون فأيت لي انتقادات كثيرة وادع ترضى ولقيت سب ومش عارف زين كالعادة شي طبيعي زين الشيء الحلو إنه لما كنت أنا مقتنع بفكرة أنك تروح كل يوم عشان تكسر عناد بطاتك زين وتطلع نتائج حلوة واللي كانوا عندون يشوفون هذا الشيء ينصدمون أوه يوالله صح نتائج حلوة الشيء الحلو في هذا كله إنه يطلع بطل ليهيني اللي فات ثمان مرات مصر الأولمبيا هذا الأسطورة زين شوفوا شوني تكلم عن البطات الأنيدة شي قول عنها شكرا Shoاب One of the thing I ask is I look And I know so alot of them lack calves So how many days do we train a calf One the two Say man We train our calves six to six days a week A calf is a stubborn muscle So how do we expect their lunch to respond You have been walking around on them since you were born So your calf is used to high endurance So in order to go beyond that You got to give it something very different You have to stimulate and nearly annihilate a calf لترحى سنوطد أن يرسلع قد بساسق. كلاً بساسق.